بسم الله اليوم سوف نتحدث يعني عن أسطونة الشباك يعني العديد من المشاهدين الكرام أو من المتابعين لديهم مشكلة في أسطونة الشباك هذه اليوم بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح يعني طريقة صناعة الأسطونة الشباك لذا ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كما قلنا اليوم سوف نتحدث يعني عن أسطونة الشباك كما تلاحظون هذه قطعة من الحديد هنا قمنا بخلطتها من الداخل كذلك من الداخل ومن الخارج حتى نعطي القياسات المناسبة حتى يعني القياسات المناسبة للقطعية على حسب سمك أو شباك المراد صنعه إذا يعني هذه هي القطعة المعدنية التي نصنع بها صنع شباك بالنسبة لبعض المشاهدين أو بعض المتابعين الكرام يعني لديهم مشكل في القطعة دائما لديهم مشكل في القطعة في هذه القطعة لذا نقول المهم هو في الآلة عندما تكون تشغل بشكل جيد لكن القطعة كذلك يجب أن تكون مصنوعة بشكل جيد القطعة هذه هنا في الآلة الخراطة يعني قمنا بالخراطة من الداخل الآن سوف نقوم الخراطة من الخارج حتى يعني تعطينا سنريكم بعد قليل يعني الشكل النهائي للأسطوان لذا ابقوا معنا يعني بالنسبة للقطعة المعدنية هذه يعني لما نواصل العمل عليها والقطعة الثانية هي بالشكل النهائي كما تلاحظون هنا الشكل النهائي كذلك قمنا بصناعة هذا الفتحة التي تكون مصار للسلك هذا هو الأهم ولكن الأهم بالنسبة للأسطوانة هذه أول العمل على الأسطوانة يجب أن تكون يعني مصنوعة بشكل جيد حتى تعطينا نتيجة جيدة يعني الأهمية تكون تكمن في القياس القياس الداخل يكون بشكل جيد كذلك الأهمية والأهمية القصوى في أسطوانة شباك هو هذا المصار الحلزوني يعني المصار الحلزوني هذا عندما يكون مصنوع بشكل جيد يعني بكل مواصفات يتكون نتيجة جيدة يعني بالاستعمال آلة القطع أو شيء آخر هذا مستبعد كثيرا لن يعطي نتيجة بثثة بالنسبة لهذا المصار يعني في فيديوهات سابقة قمنا بالشرح كيفية صناعة هذا المصار يعني هي القطعة آآ شيء بسيط جدا لكن بعض المشاهدين الكرام لديهم مشكلة في هذا القطع يعني بالنسبة للقطعة هي السهلة جدا هي السهلة في الآلة الصعب هو صناعة الآلة ولكن القطعة سهل جدا بالنسبة نحول من القطعة من قطعات حديد الى استوانة شباك يعني سهل جدا وهناك اهل يعني اناس اختصاصيا في هذا في هذا الشيء يعني انا شخصيا بعد كنت اصنع هذه القطعة فقط ثم آآ دخل في صناعة الآلات يعني بهذا الشكل اظن ان آآ قد آآ يعني شرحت بعض المشاكل التي يقع فيها بعض المتابعين هي دائما استوانة شباك يعني دع استوانة شباك الى الجانب قم بصناعة الآلة بشكل جيد ولكن استوانة شباك سوف تكون آآ يعني مصنوعة او تتصل باختصاصيين لانصناعتها وفي الاخير نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته والى اللقاء في موعد قادم ان شاء الله